صباح الخير مشاهدينا رحبكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث نهار الأربعة 13 نيسان أبريل 2022 اليوم حوارنا رح يكون بطريقة غير مع وجه عرفوا كتير المشاهديين بفترة السنتين الماضيين عرفوا أكتر هو معروف كان المرشح عن المقعد السني في دائرة الجنوب الأولى صيدة جزين دكتور عبد الرحمن المزري صباح الخير صباح النور ننسي لأيك نحن نحكي معك يوم عن جائحة الانتخابات قديش هذه جائحة فعلا فينا قايمنا صعبة بس كمان يفينا أنه ما تأدي لدمار الشامر ولا الموت لكل الوطن في حال اللبنان يختار بطريقة خاطئة بالبداية إذا بدك تعرف عن خالق للمشاهدين دكتور عبد الرحمن البزري المرشح للانتخابات أنا مثل ما تفضلت والتي عبد الرحمن نزيه البزري مرشح عن الدائرة الأولى بالجنوب الأولى اللي هي صيدة وجزين على الانتخابات النيابية الحالية أنا يعني عادة طبيب وأخصائي ورئيس لجنة الوطنية لكورونا للوقاحات وبالطبع كمان بالشأن السياسي أنا رئيس بلدية صيدة ورئيس اتحاد بلدية صيدة زهراني من 2004 إلى 2010 وعندي بالطبع إضافة إلى نشاطي السياسي ونشاطي الطبي عندي نشاطي اجتماعي أنا برعى على العديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية واللي بتهتم بالشأن الاجتماعي والشهل الصحي بصيدة وبلبنان إضافة إلى دوري مع كتير من الزملاء الآخرين بيجعل لبنان بلد من الطراز الأول علميا وصحيا كنا نعمل أبحاث كتير ونصدر كتير مقالات وكتب يلي نحن هلأ اليوم يمكن من هالحيز هذا لحاله عم نشوف أهمية التدييق اللي عم بيصير على لبنان وانهيار لبنان لأنه لبنان عم يتحول اليوم بدل ما يكون مركز الإشعاع العلمي والطبي والصحي بسبب السياسات اللي عم نشوفها اليوم أصبح لبنان بدأ ينكفئ وبدأ يصير كنا عم نشوفها الشغل الحلوة عم يصير بمناطق تاني حضرتك من الشرح على لئة حيث ننتخب للتغيير بالتحالف مع دكتور أسامة سعد وأيضا مستقلين من جزيين ومن ضمن رئيس مستشفى جزيين الحكومي كمان دكتور شربل مصعد مظهور صحيح والدكتور بير سرحال كمان هو جراح وطبيبي يعني سأبت اللي حقيقة فيها فيها أربعة طبا وفيها العميد جميل دغير هو عميد متقاعد وناشط بيسمى هو من ساح الجزيين يعني مراحل حباس وبالتالي نحن لائحة مكتملة يعني فيها اثنين من صيدة وفيها ثلاثة من جزيين ونحن من اللوائح القليل المكتملة في تلك المنطقة رفضت تتحالفه مع الأحزاب وكمان بإطلالة قبل دكتور أسامة صعد كان معلن أنه لن يتحالف مع أي من الأحزاب ليش دكتور البسري لم يكن بتحالف مع أي من الأحزاب؟ علما أنه كان أكتر من طرف سياسي عرض عليكم أن يكونوا ضمن ليحته صحيح لأنك أنتوا تفضلت بالمقدمة ويمكن سهلتي للحكم اللي بدي يقوله نحن كنا عم نواجه وباء خفي ولكن خطير صاب كل العالم هو وباء الكورونا اليوم نحن عم نواجه وباء أخطر هو وباء انهيار الدولي وباء الفساد وباء الهدر وباء عدم الكفاءة وباء السياسات الخاطئة أو هلأ منصلى بس إذا معنا وقت لذلك أهمية مواجهة هذه الوباء أنت مثل كيف بالصحة بتقولين إذا أنا بصعل وبمرض وعندي رواية مفروض مدخن اليوم أهمية مواجهة وباء الفساد والوباء الانهيار السياسي فعليا أنه نحن نواجه الناس اللي هني كانوا سبب في إحداث هذا الانهيار السياسي ونحن نعتبر اليوم أنه المنظومة الحاكمة والمنظومة السياسية وأحزاب السلطة اللي اشتركت بنسب متفاوتي ولكن كلها اشتركت إذا بدك في الانهيار الكبير اللي عم نعيني منه واللي عم نشوف هلأ شروط البنك الشروط بصندوق النقد الدولي وغيره عليه كلها هذه قدت إلى هذا الانهيار لذلك قلنا نحن إذا بدنا ننزل لحتى نعمل أي نوع من التغيير والإصلاح الحقيقي علينا أن نبتعد عن هذه المنظومة بتحالفاتنا وبالتالي كان يمكن السهل علينا لو كنا بس المقصد أنه نطلع نواب ما أنا كنت معروض علي إطلع نائب بلوايح كبيرة بتسهل العملية الانتخابية بسهولة وكنت وصلت بنسبة أصوات أعلى ومرتاح لكن أنا ما بكون مرتاح مع حالي مع نفسي مع طروحاتي مع من أطمح لكي أمثل وطموحاتهم وآمالهم ورغباتهم بالتصليح لذلك فسد الأرار أخدتوا أي متى بعد 17 تشرين نحن هذا الأرار أخدناه بعد 17 تشرين لأننا اعتبرنا أنه ما حدث ب17 تشرين هو أنا برأيي 17 تشرين مفصلي بيشبه تحركات الاستقلال بيشبه تحركات التحير بيشبه تحركات اللي نحن منفتخر فيها اللبنانيين كونوا مفصلي هلقد وكانوا هلقد في ناس نزلت على الشارع لحتى تواجه وبصيدة وبصيدة بصيدة ببيروت بطرابلوس بجزين بكل المناطق نزله وبالجنوب بشمال بالبقاع بجبل لبنان بكل المحلات نزلت الناس ولقنا كيف صار رد الفعل السياسي من كبل الطبقة السياسية وكأنها غير مبالية وبقيت تتقاصم ما يسمى ما تبقى من قالب الجبن رغم إفليس الناس وأنهياره يعني بالماضي للأسف كانوا المواطن عم يشوف السياسي عم يفسد بالأرض لكن الأمور كانت ماشي اليوم يعني السياسي ما زاله يفسد في الأرض ولكن الأمور بطلت ماشي لما شفنا رتفعل الطبقة السياسية على هذا الانهيار وعدم رغبتها بإحداث أي مراجعة حقيقية لسياسيتها يعني في بلد مثل لبنان ينهار بكل الأوجه فيه الاقتصادية الاجتماعية حتى الصحية الأمن بكل الأمور نهارت ملقينا حدا نتحسب يعني ملقينا حدا نوقف وتحمل المسؤولية ملقينا حدا نوقف ووجه اعتذار بالحد الأدنى للناس لذلك كان هذا القرار فأنا اللي بقوله أنه اللي أخذناه من الناحية التكتيكية ومن الناحية الانتخابية هو قرار صعب لأنه لما اتحالف أنا والدكتور أسامة بلائحة واحدة على مقعدين سنيين يعني نحن أخلف بلائحة واحدة لما نأجهوا الإحصائيين يشتغلوا يقولونا يقولونا أنتوا لو كنتوا بلاحتين من فصلتين لا تكونوا بتنطوص خلصتوا كل شيء وقلنا أنه نحن منفضل أن نخاطر بأنه نواجه المعركة لكن نكون مرتاحين بالساحة اللي عم نتحرك فيها ونكون صادقين مع الطروحات اللي عم نعمل فيها هذا التحالف باعة دكتور أسامة مش جديد كمان الناس اللي ما بتعرف من أيام الانتخابات البلدية كان دائما تنظيم الشعب إلى جانب دكتور عبد الرحمن البزري بس اليوم كمان اللي عم بتواجه الصيدة مثل ما عم بواجهه عدد كبير من المدن اللي هي ذات الأكثرية السنية إذا بدنا نقول اللي هي خوف من المقاطعة أنتوا اليوم كيف تكن تقدروا تقنعوا المواطن الصيدوي اللي لا يذهب إلى المقاطعة مع تنحي إذا بدنا نقول طيار المستقبل جانبا عن المعركة خليني أقولك سؤال كثير مهم سيدناسي لأنه نحن طيار المستقبل له خاصية في مدينة صيدة ما تنسي الرئيس الحريري الشهيد الله يرحمه هو كان من صيدة والطيار يمكن جزوره بدأت وكانت بمدينة صيدة لذلك ونائب بغيال حريري نائب هي الحريري بعد ناجبت المدينة حتى الآن وهي كانت تملك شريحة واسعة حتى الرئيس بؤد السانيورة تملك شريحة واسعة من المدينة اليوم أحد الأسباب التي كمان دعت إلى التفاهم بيني وبين الدكتور أسامة والتحالف هو تأمين أيضا الغطاء السياسي للمدينة لكي يشعر ابن مدينة صيدة أنه مرتاح نحن بصيدة عنا ميزة المواطن الصيدوي ما عنده مشكلة أن يلتقي مع أي من مرشحين ومع أي من سياسين حتى لو ما بيندخبهم يعني اللي بيندخب السيدة بهية الحريري ما عنده مشكلة يجي لعندي وتناعش أنوية ونقدر نساعده بأمور معينة أو نبحث أمور معينة نفس الشي عند الدكتور أسامة نفس الشي عند حتى عند الأخوة بالجماعة الإسلامية فنحن صيدة بها العقبة يعني بهالنفسية اللي موجودة فيها العالم تلتقي مع بعضها حتى لو ما بتنتخب بعضها لذلك أحد الأسباب أيضا التي دفعتني أنا والدكتور أسامة إلى التلاقي مش بس مواجهة السياسية الديمقراطية في ساحة الانتخابات لأحزاب السلطة وإنما أيضا نوع من إعطاء الغطاء السياسي لمدينة صيدة لأنه طيار المستقبل اللي هو الطيار الأكبر بالمدينة عنده هلأ انكفاء نأمل أن يكون مؤقت يعني لأنه هلأ هو انكفاء بس هلأ انكفاء برأيكم سيئة عكس مقاطعة للانتخابات ولا شايفين أنه فيه نبض ناس لا تريد أن تقاطع الانتخابات خليني قللك أنا برأيي أول شي الأول وهلي كان فيه نوع شعور بين الناس طبيعي أنه نحن مش معنيين لعدة أسباب السؤال السبب الأول والأساسي بالطبع شعور المواطن بأنه شو ما عم يعمل الطبقة السياسية ما فينا نعمل شي ما فينا نغير وهذا للأسف شعور يجب تغييره بعقل المواطن السبب الثاني أنه أكيد انكفاء المؤقت لطيار المستقبل يمثل شريحة لكن اليوم ديناميكية التلائي بينه بين دكتور أسامة ديناميكية الإصرار على أن يكون القرار مستقل بصيدة وأن يؤثر استقلاله على استقلالية الجوار عم تعمل اليوم نوع من الحراك الحلو في المدينة إضافة إلى نوع من ما يسمى بأن المدينة اليوم بدأت ينشغل بالها من محاولة فرض لوائح عليها من قوة نحن من أديرها ومن احترمها لكن وجودها بالمدينة تعتبر بوجود يعني منه كتير منه كتير صغير مثلا يعني إذا تطلع على اللوائح الموجودة بصيدة في لائحة المستقلة الحقيقية واللي حقيقة عم تواجئ حزاب السلطة هي اللائحة اللي بشكل منه من الدكتور أسامة من الدكتور سرحان ومن الدكتور شرب المسعد ومن العميد ديغر بالمقابيل عنا لائحة للقوات اللبنانية اللي هي يعني بلد وعنا لائحة للطيار الوطني الحر وعنا لائحة لحركة عمل بالمدينة فاليوم الصيدوي شاعر كمان إنه هاي دي لائحته يعني شاعر الصيدوي عم تعطيه نوع من ديناميكية الحمس مرة تانية إضافة إلى لوائح كتير إن إحنا من احترامها ومن حبها وكنا حابين إنه نكون نحن وياها على تنسيق أكتر هي لوائح شبابية لبعض القوة الحراكية بساحات صيدة التي يعني كنا نتأمل إنه كنا نوصل إنه تتوحدوا بلاي حوادية ما قدرتوا طيب بهيدا المكان يعني متل ما بتقول إنه فيه تنوع اليوم لوائح بس بزيت الوقت فيه خوف من إنه يكون فيه مقاطعة بالانتخابات شو اللي بخلي دكتور عبد الرحمن البزري يقول أنا هذه الانتخابات لابد أن يعني أخوضك يعني شو اللي دفعك لتاخد هذا الاختيار بوقت حضرتك من الأشخاص اللي حتى ما يعرف بأحزاب السلطة بيلجؤوا لك يعني لما يكون فيه مثل ما شفنا بجائحة كورونا كنت حضرتك من الأشخاص اللي تقرر إنه يكونوا موجودين بشأن الطبي مثلا وتم اختيارك ليش رحت على هيك متل بقولوا كلاش بينك وبينهم خليني أقولك بداية يعني الشأن الصحي والطبي نحنا دايما نعمله نعمله مع الدولة مع كلنا ونحنا كجمعية أمراض جرسوبية كنا دائما نقف إلى جانب لبنان مش إلى جانب الدولة إلى جانب لبنان بالزباد ديك إلى جانب المواطن كل ما يكون فيه وباء وشائحة وجائحة بتهددوا الفرق الوحيد أنه هلأ بالكورونا الوباء دخل إلى لبنان بقوة وهون يمكن يتميزوا الدور الأمني فيه لكن نحنا لما كنا عم نقوم بهالدور أنا كنت عم قوم فيه وفي كتير من الزملاء اللي حكما معي بنفس التفكير كنا عم نقوم فيه نحنا لإثبات شغلتين الشغل الأولى نريد أن نحمي لبنان والشعب اللبناني ولذلك حتى نحمي لبنان والشعب اللبناني اضطررنا أن نتعاون مع وبرجع أقول بالدولة كان فيه موظفين جيدين يشتغلوا وخبرة وكل شيء وكان فيه وزراء تعاونوا حتى ما نصدم كل الناس وكان فيه هذه نقطة كتير مهمة لكن النقطة التانية اللي هي بزهننا واللي طرحناها قبل ومأكد عليها كنا نريد أن نثبت أن لبنان قادر بطاقاته البشرية ومجتمعه المدني ومجتمعه التطوعي أن يحدث الفرق يعني لبنان نجح بالكورونا حيث فشلت دول أعطى وأعظم وأغنى وإمكانياتها العلمية والطبية أكتر يعني إذا كان لبنان بهالمرحلة بهالسنتين ثلاثة بيفتخر برد فعل وطني حقيقي كان هو الرد الفعل اللي صار على الكورونا هذه التجربة اللي أنه نحن كناس متطوعين كمجتمع حتى تفعلنا مع الدولة من أجل إنقاذه الوطن كنا حبينا تنتقل أيضا لقطاعات أخرى يعني كنا حبينا نشوفها بالاقتصاد كنا حبينا نشوفها بالمحامات كنا حبينا نشوفها يعني هون أثبتوا خصوصا الجسم اللي هو المنسي يعني كان بما كان معين كما عم بتقول أنه أثبتوا أنه قادرين على حتى بيأشد وأعطى الأزمات أنه لبنان ينشأ وهذه قوة لبنان لأنه إحنا دائما كنا نفتخر أنه لبنان شو ميزته هلأ عم نحكي عن الغاز والبترول وما بعد وشو كنا ميزته نحن الطاقة البشرية اللي عنا العنصر البشري كنا نريد أن نثبت أن العنصر البشري اللبناني رغم كل ما يحيط بالبلد من مآسي من انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي وصحي وضعف المؤسسات والليرة وانقطاع الدواء وكذا كنا نريد أن نثبت أنه لبنان قادر أن يقود ملف نجح وكنا أمنين أن ينعكس هذا هلأ لذلك خوض الانتخابات النيابية هو خيار أيضا لخوض ملف نجح آخر وهو ما يسمى إثبات دور الناس في إعادة تصويب البوصلة السياسية هنا دكتور كلمين اسم عبد الرحمن البزري كان يرتبط بمكان ما بتحالف مخفي يقول البعض مع حزب الله بأي معنى لما ينقل رئيس حكومة غير محصوب على أي من الأطراف المتخاصمة كان يطلع أيام اسم عبد الرحمن البزري كانت علاقتك جيدة مضبوط مع حزب الله خلينا أقول لك أنا بما في مشكلة أنا بداية بالانتخابات السياسية كل اللي خطها كان حزب الله خصن ولم يكن حنيفة يعني بكل الانتخابات اللي خطها كان حزب الله دائما يدعم المنافسين ولا مرة أدعمني ولا بانتخابات نيابية انزلت فيها هذه خلينا هذه للتأكيد بالأول من هالناحية نحن لنا نظرة للمقاومة ولدورة نحن مدينة مقاومة نحن مدينة أول مدينة إذا بدك نفتخر ببيروت واللي صار فيها لكن مدينة بحجم صيدة وقعدت تحت الاحتلال سنتين وبقت تتقاوم وتتقاوم وبقى وآخر ست سبع تشهر العدو الإسرائيلي صار وجوده رمزي بالمدينة نتيجة خوفه من الدخول بشوارعة وهذا الشيء هذا النفس هذا انعكس جنوبا وانعكس جبلا وانعكس بمحلتين لذلك خيار حقنا بالتحرر خيار حقنا بالصمود هذا محلتين هلأ فيما يتعلق بالتسميتي بالوزارة أو برئيسة الوزارة بأعتقد أنه حتى في أماكن ما معينة بأحد حكومات بس بدون ما فوت بالتفاصيل لأنه صحابنا اللي بدنا نحكي عنهم بعدين في أحد الحكومات المعينة لما انطرحني الرئيس نجيب المئات دي كان الفيتو من حزب الله أنه أنا ما يجي وزير صحاب ليه لا أنه كان وعد حدا تاني أو كان يريد أن يكون هناك حدا آخر أو كذا أو المهم مش هون أنا برأيي أنه بالتعامل مع بس الفيتو بوقتها هل يصالح كان القوات اللبنانية لا يعني لصالح يعني ناس تانيين منحبهم ومنعزهم حزب التقدم الاشتراكي أفكر مين اللي إجاب في الصحاب بس اللي بدي يقول هو هو التالي لا لا نعرف مين كان يعني الخيار الآخر بالنسبة لهم اللي بدي أقوله أنه أنا اكتشفت حتى بالتعامل مع يعني الدولة بخلال ملفات الكورونا المتعلقة بالكورونا نحن كنا نتعامل قبل أنه بالدولة فيه كدر كتير مهم لكن أحيانا كتير مصالح القوة السياسية قد تطغى على أحيانا دائما كتير دائما وبالتالي أنا دوري يعني حتى أنا وكنت عم ساعد أنا وزملة كتير لا إلي برجع بقول كنا عم نساعد بإنقاذ الوطن كان عم يصير في حرب علينا بأماكن أخرى يعني فلذلك كنا نتذكر أساسا هذا صار في خلافات بالنفس مشان هيك أنا كنت بستصعب أنه كل مرة بنذكر اسمي كرئيس حكومي محتمل أو كوزير صحة محتمر كنت دائما يسألوا للعالم يتضحك بس ساعة الجد لا يستطيعوا أن يتحملوا حدا عقلوا من رأسه لا يعني لا يستطيعوا أن يتحملوا ليه لأنه حتى هذه اللحظة وإن شاء الله الانتخابات القادمة بتبلش بالتغيير الجدي حتى هذه اللحظة الكل كان ينظر إلى الدولة وكأن مؤسسته لأله مش مؤسسة وطنية يعني كل واحد منهم كان حاطر حاط حاطت إيده على كم مؤسسة ويعتبره هذا جزء من مشروعه السياسي الاستمرار فيها باليوم إذا بما أن الناس البزري شو أهم المشاريع لإذا وصلت على مجلس النواب تعتبر حالك لازم تحقق على الناس يعني شو هو البرنامج الانتخابي اللي حضرتك شخصيا حامله بغض النظر عن البرنامج المنتزم وباللاقحة اللي موجود فيها خلينا أقولك بداية بداية أنا برأي إيد لحالة ما بتزايف لذلك في تفاهم بين وبين الدكتور أسامة إذا وصلنا اثنين لحندلنا مع بعضنا بالمجلس هاي أول شغلة اثنين حنتعاون مع ناس بيشبهوا تفكيرنا وبيشبهوا عقليتنا من أجل إحداث قتلة جدية قادرة على إحداث التغيير المرجوب بالبلد لأنه يمكن أنا أطلع لحط لك 15 بيان حلوين كل العالم بيتمنوهم لكن واحد لحاله غير قادر ولو أنا بعتقد أنه واحد لحاله يستطيع أن يصنع بعض الفرق بشما نحن شربناها وشفناها قبل لكن لما نتفق مع بعضنا ونعمل كتلة وذنة عند إذن هذه الكتلة تصبح ضغفة وإذا ترجع بديك تفصل الخلل الموجود بالبلد كله بيرد لواحد لشغلي وحده هو خلل النظام السياسي الموجود باللغنان طائف في مذهبي تبعي أكثر من هذول يعني اليوم نحن بلد مبني على التبعية وليس مبني على المواطني يعني إذا أنا كمواطن عندي أحسن مواصفات وأحسن الكفاءات ما بوصل إلا إذا زعيم منطقتي أو زعيم مذهبي أو طائفتي هو اللي بدويني لذلك نحن بحاجة بالأساس إلى إصلاح النظام السياسي لكن إصلاح النظام السياسي قد يطول مشان هيك بتعرف أنا عندي اختصاص تاني يمكن العالم ما بيعرفوه كتير هو أنا أحد مؤسسي برنامج طب الأزمات عندما تكون بأزمة أنت بحاجة أول شيء لتعالج الأزمة أنتو عم بتعالج الأزمة نفس الخدمات اللي بتقدمها خارج إطار الأزمة اللي بالأيام العادية بدك تقدمها بالأزمة يعني أنت خلال الأزمة بدك تقدم طباب بدك تقدم أكل وبدك تقدم كهرباء بدك تقدم ماء بدك تقدم أمن بدك تقدم ضمان اجتماعي فإذا عندك مرحلة الأزمة عندك مرحلة الترانزيشن اللي بيسموها الانتقال من الأزمة إلى بناء الدولي وعندك بعدين مرحلة بناء الدولي القادرة والعادلة لأنه بس تبني الدولي القادرة والعادلة عندها إذن ثلاثة ربع الشغلات اللي مننا بتزول من الآن وحتى يحدث هذا كمان عندنا واجبات أكبر أنه ما فينا نوعد المواطن بس أنه نحن نريد أن نبني لك قدولي قادرة والعادلة واللي هي طموحنا وطموحه لأنه هلأ إذا بتسأليني شو أكبر شو أهم صادرات لبنان بقولك العنصر البشري يعني نحن اليوم كنا بالأول نصدر حمضيات كنا بالأول نصدر صناعات كنا بالأول هلأ اليوم بأمل وهذا أخطر شيء لأنه بدك ترجع تبني جيل من أول وجديد بمختلف الكطاعات وهذا أصعب شيء وأنا إحصاءات جديدة بتقول أنه عدد اللبنانيين هلأ في لبنان لا يتجاوز ثلاث ملايين ونص فأنت تخيل لي قديش عندك إدارات مرهلة قديش عندك كده فإذن أنت اليوم كل شيء عم ينعمل لصالح ثلاث ملايين ونص لبناني اللي ما عم يستفيدوا منهم فإذن هناك أزمة بعملية الطاعات ومثل ما شفت اليوم حتى الموضوع المالي يعني حتى الموضوع المالي واللي هو موضوع خطير واللي أفلسنا كلنا جميعا واللي يعني كله للأسف بيرجع برد إمكانية مالية بالبلد عم يتم التعاطي معه بكثير من الاستخفاف وكثير من نوع من التجاهل فإذن اللي فينا نوعد المواطنين حقيقة أنه مشروعنا الأسمى هو بناء الدولة العادلة والقادرة لكن من هلأ إلى بناء الدولة العادلة والقادرة سوء إن الخطوة الرئيسية بحاجة لعملية إصلاح مالي جدي النظام المصرفي واللي موجود يقوله لبنان أنه يفتخر بمصارفه واللي بقيوا يكذبوا علينا أنه نحن يا لطيف عظيم وحتى إذا ريتم بيرح بيجارية النهار أحد المسؤولين الـ IMF في الصندوق النقد الدول اللي بيقولوا كان اللبنانيين عايشين كذبا على مدى 30 عاما طب السؤال مينك عم يكذب ولصالح مين الكذب وليش ما تحسب الكذب وهن ما كانوا عارفين أنه كان في كذبا وهن كانوا عارفين يعني كانوا هنك عارفين بيهد الكذبا وشورة كابية فإذا نحن نريد حماية النظام المصرفي بدنا نحمل مصارف لكن نحمل مصارف مش لأنها هي مصارف بدنا نحمل مصارف لأنها هي بتحمل أموال المودعين فقامة أموال المودعين تبخرت وطارت أموال المودعين وما حدا نحرف فإذا نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي مالية جدية بحاجة إلى بناء الدولة اللي بتسموها الراعية وأنت بتعرف أنا بعرف على بالحد الأدنى المأساة الصحية والاجتماعية اللي بعاني من البلد نحن بحاجة إلى دولة مرة تاني رأي. والبنك الدولي لما عم يروحوا بيجي دائما كل ما يطولوا بيجوا بيعدوا معي شوية بنتشور بهالمواضيع. انت بتعرف بلد مثل لبنان فيه شي تسعة أو عشرة يمكن 11 أو 12 صندوق رسمي ضامن للسياسات الصحية بأسعار متفاوطة وكذا. يعني توحيدها الصندوق وين هنا يدول السنة دي. بهذه الأزمة. بأزمة أنه ما فيك تفوت على النستشفى إذا ما فيه جايب تكاش. أنت رفتن بيرح مثلا في مريضة يعني تدخلنا بتبرجينا حكيمة والمستشفى وتتاوب معنا. لأنه الضمان مأضرب والموظفي ما بده تنضي وما عترفت بالضمان. يعني اليوم هيدا فهيدا كله بيأكس حاله. فإذا نحن بحاجة إلى دولة رعية جدية بحاجة إلى دولة عصرية ترجع مرتين يترسم ما هو دور لبنان ومستقبل الحقيقي. إشو هي قطاعاته الجدية اللي بيستطيع يفوت فيها. نحن بحاجة إلى سياسة بيئية. أنا بتعرفي أنه بعتذر من خلالك حقا تتذر مرتين لكل المواطنين اللي عم بعملهم الزيارات. لأنه في مواطن بتفوت على بيته. وتوصلي. لقيت كومة النفايات ووصل قريبا من شباكو. يعني مع أنه هو سكن على طابق وشوي. يعني فيه سياسة بيئية بلبنان بده حل. بصيدة. بصيدة. بصيدة على أساس أنه عملنا خطة وإزالة المكاب. يعني نجعلنا تحولنا. نقوله جديد. ما عمل الفرس صار مطمور بالنفايات. بالنفايات. وصار فيه عنا جبال موازية في سياسة تربوية جدية تعليمية. يعني لبنان منارة الشرق وسويسر الشرق ومنارة العلم. طب اليوم صار فيه دول تاني طورت برامجها وغيرتها. يعني في كتير أمور يجب العمل عليها. لذلك نحن بحاجة جديا إلى أن نبحث بأن يكون هناك مجموعة من الناس قادرين على التعامل مع بعضهم من أجل إصلاح البلد. هلأ إداريا ستكون في رأة مختلفة بالطبع. يعني يبدو أنه. كيف يعني مختلفة؟ خليني إليك. يعني نحن اليوم كلنا منحب نعمل المركزية الإدارية. وأنا سأليني جربتك. أنا كرئيس بلدي وكنت أعتبر رئيس بلدي يعني هكي يعني عطي دور جيد لبلديتي وللاتحاد اللي كنت رأسه. أنت بتعرف أن السلطة المركزية كانت مشلحة لبلديات أهم عنصرين اللي هن من عناصر السلطة. العنصر المالي. والعنصر الأمني. الأمن تابع للمحافظين ما قلن علاقة البلدية فيه. والعنصر المالي. وزارة الداخلية وزارة المالية بتعرفي. اليوم أنت بحاجة إلى مركزية إدارية جدية لحتى اليوم المواطن يشعر محل ما هو قاعد أنه هو قادر. بلديات عندها دور كتير أساسي لازم يكون هلأ بهذه الأزمة. بالتنمية الاجتماعية بالرعاية الاجتماعية أنت بتعرفي اليوم المجتمع الدولي لما يفوت أساسا في شيء بيمضي مع الدولي. لكن ثلاثة رباع أشغال المؤسسات الدولية والمؤسسات بيسموها الفيلانتروبك يعني الفونديشنز اللي بيجوا بيفوتوا. هنه من خلال السلطات المحلية. هلأ هذي نحن بالنسبة لأن لا يجب أن ترقى إلى مفهوم الكونفدرالية مثل ما البعض عم نحاول يترق. نحن بلد صغير. نحن بلد قادرين نرجع نعيش مع بعضنا وعن نعيش مع بعضنا لأنه مأساتنا وحدة ما بعتقد فيه حدا يعني الخبز عنده أرخص لأنه ينتمي إلى طايفة مختلفة أو الكهرباء عم تصلوا أحسن لأنه إلى طايفة أو المزود مش عم بتبهدل على محطات البنزين ومحطات المحروقات لأنه هو ينتمي إلى مذهب أو طائفة. فيها مركزية إدارية نحن معها ونحن مع تطويرها وأعطاء الناس همش يعني أنه هن ينموا حالهم كما يريدون وهذه شغلة موجودة بكل دول العالم. لكن نحن ضد أي مفهوم كونفدرالي بالبلد. طيب هذولة يعني مثل ما تعطينا يعني الخطوط العامة إذا بدنا نقول. إذا بدنا ندخل شوي بالتفصيل. يعني إذا بدنا نقول أولوية دكتور عبدالرحب عن البزيس سيكون للكطاع الطبي لفكرة الضمان يعني بمعنى الضمان الصحي وضمان الشيخوخة. هذولة اللي هتروح أكتر للضغط على إقرار في نعنا عن قوانين أساسا ما بعرف وين في مكان ما في دهديس مجلس نويب راح تروحوا خصوصا هي بمعظم أطباء وفي كتير لويح تضم أطباء موجودة راح تروحوا أكتر لتعملوا هذا الضغط. لأنه اليوم أزمة المواطن اللبناني حاليا بأزمة الدواء والاستشفاء ودائما الخوف الدائم عنده بالمستقبل اللي هو كيف أنا بدي أقدر مع تقدم العمر والسنين أنه يقدر يتطبق ويقدر يؤمن دمان لشيخوخته. صحيح نحنا اليوم هذا بحطنا برجع بمفهوم أساسي ومفهوم الرعاية الاجتماعية. يعني الرعاية الاجتماعية جزء أساسي منها واللي ببهدل هو الصحة. يعني الإنسان أكتر شي شو اللي ببهدله للإنسان؟ الحاجة الصحية هذا بصير الدقل مما كانوا. ما يقدر يلبي احتياجات عائلته خاصة التربوية والتعنيمية وكذا. هلأ اليوم نحنا وصلنا للبنان إلى أيضا إلى بهدل جديد للمواطن اللبناني. وينكي مش قدر يأمن. صرنا ثلاثة ربيعنا. مش قدرين نأمن احتياجاتنا اليومية الغذائية حتى. فإذا اليوم في أولويات بدنا نمشي فيها. ما في شك أنه الواقع الصحي اللبناني واقع يعني مزري مثل ما ينقل. رغم وجود أطباء. رغم وجود طبابي. رغم وجود كل شيء. لكن بحاجة إلى إعادة تنظيم. بحاجة إلى مفهوم. أن يكون هناك ضمان حقيقي للمواطن بالعمل. وبشيخوخته. أنت تعرفي مثلا إحنا ما كان عندنا نظام يعني. إذا بدك الدولة المجتمعية الجدية. أنا كنت رئيس ولدية. أعطيك مثل صغير. كان يخلص عندي أجير. كان يسمى أنون الإجراء العام. هذا الأجير نجي نحسب له سنوات الخدمة وكذا. يطلع له مئة مليون هذه الأيام. 80 مليون. يحمل حال يروح يحطهم بالبنك. يقض عليهم. يعتبرون كأنه ما عاش يعني. إذا كان علم أولاده بهالوقت اللي كان عم يشطل فيه. وطلع عنده أولاد نشحين. وديروا بينهم عليه. لأنه مفهوم اللبناني العائلة بعده متمسك. كمان يزعج شوية دعم منهم. يعني سيري اللي عم يطلع له من تعويضه. بكفيه هو زوجته. واللي عم يجي من أولاده ياخده لحتى يروح. ما يسميك إنه بالنغة العامية شوية فنجر. إنه يطلع على الجبل يعمل سياحة. حينا يسفره سفرة على تركيا. على مصر. على يعني على هالدول اللي كان قادر يروح عليها. هلأ بليني ما فيها ضوءة مرفق ونام. ما فيها حاله؟ لا معه مصاري ولوليده بقى بيقدروا شوه فيه؟ ولوليده بقى بيقدروا بيعطب. طب هدا شو بتعمل فيه؟ يعني اليوم نحنا بلبنان. كأطبة مش مشكلتنا كيف نحكم. نحنا بعضنا أشتر الأطبة بالعالم. لكن مشكلتنا بشو بدنا نحكم. يعني لا في دواء. ولا في معدات. ولا في أدوات تشخيصية. وبدنا ننطر لحتى توصل. واليوم فرق العملي. يعني عمرك شفتي بلد. عنده دولار وبينضرب بخمس أسعار. كل مرة سعر شكل. فهذه الأولويات اللي بدنا نركز عليها. سواء بالسياسة الصحية. أو بالسياسة الاجتماعية. كلها مبنية على مفهوم إنه. نحنا بحاجة جديا. إلى استرداد الدولي. إلى استرداد الدولي من الناس. اللي هني استخدموها. يعني أنت اليوم كنت. لما تروحي على وزارة الصحة. بديك تخدي ورقة لدولة الوزارة. بالوزارة كانت تعطينا المواطن الدواء إذا موجود عنده. دون مراجعة وقعه الاجتماعي. أنا برأي. يمكن بسنجابورة تزبط دولة غنية. وعدد سكان أقليل وكذا. بس بلبنان ما بيجوز إنه اللي بدخله كان مئة ألف دولار بالشهر. أو بالسنة عفوا. ويروح يأخذ نأخذ دواء. مثل اللي ما معه يمشي يأخذ الدواء. بس لأنه سياسة الدعم. بعدين في حدا بيدعم. مش بس بالدواء. في حدا بيدعم كل المواد بدون ما بيعرف مين اللي عم يأخذ الدعم. أكيد. تهربها الكهرب. اليوم هنأ مش الإيم أف صندوق النقل الدولي. سيهلكونا بالأربعة أو الأربعة مليار دولار. اللي بدون يجوا علينا. وبدون يعملونا كابتال كنترول. واللي بدون يعفوا المصارف من سرقاتها. ممنوع بقى تلاح المصارف كله به هالكابتال كنترول. هذا كله مشين ثلاثة أربعة مليار. طيب نحن 18 مليار بأيام الرئيس ديب. اتبخروا بدعم. ما عرفنا مين أخذوا. ما عرف بالسلة الغتائية. ما عرف مين أخذوا. لذلك كمان اليوم الدعم يجب أن يكون معروف. يعني هبعطيكي سر صغير. نحن كل يوم لو كنا نقعد بلجنة اللقاح. طب أنا اطلع علوني عمي بهالبلاتفورم بهالمنصة. في مجموعة مش عم تتحرك. طب ليه مش عم تاخد اللقاح. إذا مسجلي ليه مانا عم تاخد اللقاح. شو طلع؟ طلع عنده بالآخر بلبنان ما فيك تعرف مين سجل ومين ما سجل. ممكن أنا سجل حيني بالإنجليزي. وبالعربي. وبالباسفور. وبالهوية. وبحط البزري أو بزري. ننسي السبع أو سبع. يعني. فيك تحطي. لذلك. لذلك. ليش بيعملوا. لأنه العالم كانوا معودين. إنه إذا بهالطريقة ما ظبط تزبط بهالطريقة. طيب. نحن بحاجة لأيدنتيفير. بلد كله ما فيه ايدنتيفير واحد. نحن بالسياسة ضد ما تقوم بها أمريكا بالمنطقة وخاصة بموضوع فلسطين. لكن بأمريكا أسهل شي عليك هو السوشال سيكوريتي. يكون واحد عنده محل مبرأ محل مفتل. محل ما كده. معروف إنه هذا هو. اليوم إذا بديك ترجع تعيدي سياسة الدولة الرائية. لازم المواطن ينعرف مين هو. ينعرف إذا راحها هالصيدلية عم يأخذ هالدواء المدعوم. يكون هو أخذوا بالكوتر المقصوطة له بالرشدة. ليش أخذها. راح جمع أربع خمس أدوية. وطلع منه. وراحها صيدلية تانية. هذا اللي عم بيسير. مثل كل شيء بالماركتز حتى زيت شيء. يعني بفوت لهم بيأخذ. إذا قالنا الزيت مثلا. هلأ فيه شاح زيت. لهم فاتوا من ميلة لمايلة. يعملون زيت. خلينا نتابع معك دكتور عبد الرحمن البز. خصوصا أنه بدي فوت على مواضيع سياسية أكتر يعني. لكن اسمح لي أنه أنتقل إلى بعبدة مع زميلنا محمد فرحات. الذي يبدو بدأ بمتابعة جولة السفير السعودي اليوم على المسؤولين السياسيين بالبلد. وبدنا نعرف إذا وصل على بعبدة سفير السعودي. سباح الخير محمد. هل وصل السفير البخاري إلى بعبدة للقاء الرئيس عون؟ سباح الخير ننسي لإلك ولضيفك وللمشاهدين. بالفعل وصل السفير السعودي وليد البخاري منذ بعض الوقت إلى قصر بعبدة. والآن يجتمع مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. هذه الزيارة الأولى للسفير السعودي إلى قصر بعبدة منذ حوالي أكثر من عام بعد ما حملت هذه العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والسعودية. ما حملته بالفترة الماضية وكلنا رأينا ماذا حصل. السفير البخاري سيغادر قصر بعبدة دون الأدلاء بأي تصريح حسب معالمنا من دواء القصر الجمهوري الآن. هذه الزيارة التي تستهلها البخاري من هنا من قصر بعبدة على أن يكون هناك يمكن له بعض الزيارات إلى الرئاسة الثانية أو الثالثة. ولكن لم يتم تحديد أي موعد حتى هذه اللحظة إن كان في عين التيني أو في السراي الحكومي. قال السفير البخاري كان قد بدأ جوالاته اللبنانية على رجال الدين اللبنانيين والمراجع الروحية. إن كان من خلال لقائه مفتي الجمهورية أو نائب رئيس المجلس الإسلامي الشعي الأعلى أو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز. وحتى البطرياك الراعي في بكيركي. إضافة إلى الإفطارات التي قيمت إن كان مع رئيس الحكومة والشخصيات السياسية التي رأيناها حضرت في إفطار ما قبل يوم في الإفطار الأول أو حتى الإفطار الثاني الذي أقيم بالأمس. إذن السفير السعودي يستكمل حركته اللبنانية يستكمل زيارته اللبنانية. هو الآن يجتمع مع رئيس الجمهورية ميشيل عون على أن يكون هناك لقاءات أخرى في الساعات والأيام المقبلة. إن كان مع الرؤساء أو مع أيضا الأقطاب السياسية اللبنانية. سنكون مع أجواء هذا الاجتماع فور انتهائه سمار. نعود إليك. شكرا لك محمد. طبعا سنعود إليك معي جديد. وننتقل إلى الفاصل الإعلاني ونعود بعده. مشاهدين أهلا بكم من جديد وأنه تابع حوارنا مع المرشح المقعد السنية في دائرة الجنوب الأولى صيدة جزين دكتور عبد الرحمن البزري. دكتور بزري بالموضوع السياسي. إذا بنا نبلش من عودة السفراء بداية سفير سعودي والسفير الكويتي ويبدو أن كل سفراء مش استعاون على طريق. كيف تشخص هذه العلاقة اليوم بين لبنان والعرب تحديدا الخليج؟ لبنان دولة عربية ودولة دولة مؤسسة للجامعة العربية ولبنان دولة كانت همت دائما بمحيط العربي. ونحن اليوم للأسف بوجود فلسطين محتلة نحن في مقدمة الصراع العربي الإسرائيلي لأنه على حدودنا فلسطين المحتلة. يعني لدينا سوريا إلى جانبنا ومننا منفوت على بر بلاد الشام وصولنا للخليج العربي. تاريخيا العلاقة العربية اللبنانية أو العلاقات اللبنانية العربية هي يجب أن تكون علاقات مميزة. لأنه أنا بالنسبة لي مفهوم العروبي هو في جزء منه سياسي جزء منه اجتماعي جزء منه اقتصادي. وبالتالي هو مفهوم تكاملي. وبالتالي علينا نحن دائما دائما أن نتكامل مع هذه الدول العربية. أي إساءة للعلاقات العربية اللبنانية هي إساءة للمصالح اللبنانية بالدرجة الأولى. لأنه نحن بلد بالأساس بلد خدماتي. يعني والخدمات بمعنى بالمفهوم المصرفي بالماضي لما كان في مصارف قبل ما يفلسونا إياها الشباب. كنا مفهوم حتى السياحة الطبية يعني كمان قبل ما يفلسوا الغطاع السياحي. بالسياحة بالخدمات بكلها. إضافة إلى اليد العامل اللبناني واللي هي يد عاملة نوعية موجودة. بس تعتبر اليوم المطلوب من لبنان أكبر من طاقته. يعني البعض يقول بأنه حتى هذه الأزمة اللي صارت بين لبنان ودول الخريج مؤخرا أنه بدأت وانتهت. وبمعنى لم يتغير شيء جازري بالموضوع السياسي. يعني بوقت الكل يدرك بأنه كان في خلاف حد بين دول الخليج وحزب الله. الأمر الوحيد لتغير أنه رجع صار في حوار إيراني خليجي. خليني نقلك. أو تحديدا إيراني الثعوب. حزب الله مكون لبناني. حزب الله مكون سياسي لبناني رئيسي. لكن حزب الله مش هو كل المكونات السياسية الثانية. يعني في مكونات سياسية ثانية. في مكونات على علاقة وثيئة جدا ومتحالفة. حتى مع المجلس التعاون الخليجي أو على صداء مميزة. فيك مكونات علاقتها جيدة. وبالتالي أنا برأيي. يعني إذا كان في خلاف بالرؤية أو خلاف بالتعاطي. بملف شائك أو حساس. بين مكون لبناني وبين مجلس التعاون الخليجي. لا يجب أن ينعكس ذلك سلبا على العلاقات اللبنانية الخليجية. كان في عقاب جماعة لكل لبنان تعتبار من قبل الخليج بهذا المكان. أنا برأيي كان في سوق إدارة لبنانية. يعني كان في سوق إدارة. يعني سوق إدارة. يعني سوق إدارة. يعني شو سوق إدارة. ما كان في مفتوحة بوشون حتى يعني. لا مشهك الليви بقولها. يعني أنت اليوم أنا بقول إنه. يعني إذا مليخوا سلسلة. وزراء الخارجية اللي أجو. نه identحلينا نبلش يعني بسلسلة وزراء الخارجية اللي بلشوا. بتحسين أنه وزراء الخارجية اللي أجو. لم يكن موفقين بالتعامل مع ملفات أو بالتعابير عن وجهة. كين طرف متحاليف مع حزب الله. يعني دهم عملي أسبلة. بس آخر نهار هني وزراء خارجية لبنان آخر نهار هني وزراء خارجية لبنان يعني أنا اليوم بيجي على إدارة معينة بيجي على إدارة معينة يمكن لأنه بمثل فئة معينة بس لما بدي مارس بالإدارة لازم مارس بمصلحة الإدارة اللبنانية هلأ نحن اللي بهمنا وهذه شغلة كتير مهمة أنه اليوم سواء العودة العربية إلى لبنان تحديدا مجلس التعاون الخليجي ونحن نعلم أنه مجلس التعاون الخليجي له كمان صلاة حتى بدول عربية تانية عند تأثير اندفاع إلى لبنان أو تخفيف من اندفاع إلى لبنان يتأثر العودة هذه يجب أن تكون هلأ نستثمرها بصالح اللبنانيين ممكن استثمارها هل المشهد اللي شفتوا بيه إفطار السفارة مؤخرا وعدد من رؤس الأحزاب الموجودين أول شي دعيتهم لا لو دعيتهم أنا مني رئيس حزبي دكتور أسامة سعد رئيس حزبي الحزاب اللي عندها كتل بعتقد كانت ديابية يعني أو شي بالله يعني لم أنا بسأل شو رأيك بهذا المشهد اللي كان موجود أنا برأيي الدعوة على الإفطار بالعكس يعني أنه لب الدعوة ما في مشكلة فيها يعني لكن أنا اللي بدي أقول أنه نحن خلينا نشوف هلأ ديناميكية العودة يعني عاد السفير المملكة العربية السعودية ومثل ما قالت السفير دولة الكويت هلأ الإمارات عم بتقدم أوراق اعتماد سفارتها لأنه كان سفيرة أساساً كان لنا قائم بالأعمال قائم بالأعمال كان خالص وكذا خلينا نشوف ديناميكية التعامل يعني نحن ما نحكم على الحدث يعني بس بالهيك العنوان الأساسي اليوم مثلاً اللقاء مع رئيس جمهورية هو لقاء مع غض النظر هو رئيس جمهورية تقل لبنان يعني بقابل الرئيس بريه هو مجلس رئيس مجلس نواب كل لبنان يمكن نحن بالسياسية متنافسين نحن ولقحته للرئيس بريه لكن ما بتنفي انه أو متنافسين نحن ولقحت رئيس جمهورية لكن ما بتنفي انه هنه 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 بمسلو كل البلد لذلك شغلة تانية نحن كنا بنعرف أنه دائماً دائماً للأسف الحل اللبناني السياسي يتأثر بالمساج الإقليمي ولبنان شهد صعوداً يعني خيالياً وانحضاراً خيالياً بحسب للأسف ما يحدث هواء المفاوضات اللي عم تسير بالمنطقة يمكن هلأ في مفاوضات إيرانية سعودية بالماضي كان في مفاوضات من نوع آخر يعني استقرار لبنان بالماضي حتى مش حتى قبل الحرب الأهلية ما كان مرتبط بتفاهم عبد الناصر والأمريكيين يعني بعدين الدور السوري ده طالما تأثر لبناني يعني بكل الصراعات يروى المفاوضات فإذا نحن خلينا نستفيد من اللحظة الإيجابية يعني إذا المنطقة رايحة على انفتاح إيجابي خلي اللبناني يستفيد وعلينا أن نحصن أنفسنا داخلياً حتى يكون ارتداد الأزمة الإقليمية أقل وطأ علينا يعني ارتداد الأزمة الإقليمية أقل وطأ علينا بتلاقي اليوم أنه الخوف الكتير البعض عم بيقول أنه ما رح يكسر ستاتيكو اللي كان قائم غير انتخابات لأنه هي اللي رح ترجع تأثر بموضوع تلعب بميزان الأكثرية والأقلية اللي كانت موجودة ولابد من تغيير بالأكثرية وتحديداً أن الأكثرية اللي هي مع حزب الله وحلفائه هل الانتخابات ممكن هي تكون الباب لكسر الجمود اللي كان وصل لمرحلة إلى تحدي للعالم العربي تسمحي لي خليني أول شي أنا رأي خارج يطرس الجواب بس بالجواب الدولة عم تكذب هي غير مستعدة للانتخابات بس الانتخابات حتصير كيف حتصير لأقلك ليه لأنه هن فيشلين لدرجة بإدارة الأزمة إذا ما صار فيه انتخابات الله يسطرنا من الثانين ما بعد الانتخابات إذا ما صارت لكن فعلياً إذا بتطلعي ما في شيء اللي بيطلعوا بيقولوا نحنا حضرين ونحنا كذا هن حضرين لأنهن هن يتعودوا يبهدلوا الناس بالانتخابات يعني كل الاعتراضات على أماكن تحديد مراكز الانتخابات وأنه اللي ما فيهن يطلعوا بالطبيق الثاني حيضلوا زيته هننجح نشوف زيت المشهد نسا من الحمر على برأج وما بعرف شو بالله اللي بيقولوا بس تفرز بدك تحط سكرين لحتى يعدوا اللي شايفين اللي كل ما حد لا في سكرين ولا في كهرباء ولا في من يحزنون بكرة يمكن يخطر عبينهم ومعهم حق يمكن مجتمعياً أو بمطلبياً المعلمين يقدربوا يمكن بكرة يخترع بينهم القضاة ينكفؤوا حتى عنهل الجسم الديبلوماسي بوقت انتخابات المغتربين كمان وهلأ في خلاف أين عم يطباهوا أنه مدير عام مدير أمين عام من وزارة الخارجية ظهر المصاري بدون علم الوزير الخارجية لحتى يبعتوا ليعملوا بالسفارات انتخابات فأنا برأيي هذه يعني هون الدولة منهارة لدرجة أنه هي لا تستطيع إقامة الانتخابات لكن الانهيار هو اللي بدي يفرض الانتخابات لأنه يعني لأنه فيه شيء لابد منكسر هيدا منكسر هيدا منكسام اللي صار بالانتخابات وهيدا الشكل اللي مجلس نيامي بديك توقف الانهيار يعني المواطن بدي شيء يكسره شو ما قالك أنا مش مهتم بلحظة من اللحظات بدي يعرف أنه هو صوته مهم وبدوا يلاحظ أنه هو رايح ينتخل لذلك إذا ما انتخب الأحد في مشكلة التنين في مشكلة كبيرة التنين يعني مش منا مشكلة هادي سلمنا فيها جدلان تاني شيء خلينا ناقش نحنا يعني بتستبع التأجيل الانتخابات مثل ما عم تحقق أنه ممكن لأخر لحظة تأجر لأي نول عم يجربوا يركبوا فيلم وهذا الفيلم يعني بالهدولي أنه اليوم قال الرئيس مئات العظيم نجح في مع هدولي وهني نفس الشروط كانوا هني نفسهم يعني هدي تمثيلية النجحة في مفوضاته مع مع الـ IMF واللي هني نفس الشروط معروفين من زمان ما في شي تغير فيهن يعني بالهدول من إيه؟ من الرئيس حصانة يا برد موجودين هني شروط وقالوا هني يرضيوا بالشروط وبدوا أن يتفاوضوا أنا خايفين من قطبة مخفية واحدة وهو أنه بالـ IMF بحب يوقع مع حكومة ما بحب يوقع مع حكومة تصريف أعمال نحن نتفت لقاح بدنا نجيبه بحكومة تصريف أعمال اضطرينا نعمل وقتها رئيس جمهوري ورئيس وزير صحة ووزير مالي وما بعرف شو مجلس IMF بده حكومة ليوقع معه أنا أخشى ما أخشى إنه بحجة الـ IMF وإنه نحن قبلنا بهالي هنه يعني مش ما ما اكتشفوا البرود مثل ما بقولوا بالعمية إنه يقولوا نحن بحاجة إلى حكومة أصيلة وإذا بكرة مجلس النواب انتخبوا طلع معهم بكرة لأنه هنه أنا برأيي القانون فصل على إياسهم لكن هالمرة إياساتهم مززابطة كلهم بالقانون يعني القانون الماضي لما نفصل على إياس المئة وثمانة وعشرين نائية فصل على إياس المئة هلأ كل شي صار إنه في إياسات تغيرت بشان هيك في لويح عندهم في أحزاب كانت عم تنزل تسكر المقاعد عم تترك مقاعد ببعض الأمك اللي مستقدر تأمن حاصلين أو تأمن تتوزع صوت التفقيل بشكل كذلك ما حدا حيعرف طبيعة المجلس اللي حيطلع ما حدا حيعرف طبيعة المجلس اللي حيطلع هيدا نقطة بشان هيك يمكن يتحججوا فيها ويقولوا لأنه الـ IMF بدوا حكومة حتى ما تصير تصريف عمير الله يسطر من هالنحية ندل الناحية الوحيدة هاي نقطة النقطة التانية بنرجع على سؤالك ستنانسي الأكتارية نحنا السرعة بلبينا الأكتارية بين مين ومين ما يرجعونا على تمانة وأربعة عشر لأنه تمانة وأربعة عشر مكوناتهم أفسدت في الأرض يعني في مكونات أفسد من هون ومن هون ما فينا يعني إن التحالفاتهم هي اللي كانت عم تتحكم بالبلد بالأخ هي اللي كانت عم تتحكم بالبلد والبلد فميخ ما يرجعونا بثمانة وأربعة عشر مين مع هدوان نحنا نحنا نرى الموضوع من بيب تاني من يريد إصلاح ايه الواقع السياسي الحالي نحنا حابين نشوفه أكترية وأقلية هيك من يريد إصلاح الواقع السياسي الحالي ووضع ما كلهم بيصير بدون أصلاح نظام دولي عصرية جدية وانت بتعرفي من هي القوة بلشت يعني عم تميز حالة ولو إنه نحنا كنا بنتمنى إنه تطرح حالة بشكل موحد أكتر يعني تطرح حالة بشكل موحد أكتر وبين من يريد إبقاء الواقع السياسي كما هو وللأسف ضمنا حتى بغض نظر من المجتمع الدولي يلي أريح له يتعامل معه لأنه بيعرف يمسكهم وبيعرف يشمطهم من دينتهم وبيعرف إمتى يوقف المصاري وبيعرف إمتى يعطي المصاري بالتغيير يعني دائما نبحث عن التغيير إذا وصلت على مجلس النواب وقدرت تكون نائب بالبرلماء رح تمشي مع النبض الأكثر الموجود رح يكون مثلا بتسمية رئيس مجلس نواب رح يكون مسلم به مثلا أنا برأيي أنه بالواقع بالواقع الحالي يعني خلينا نكون منطقيين مش نظريين بالواقع الحالي لن يترشح أحد ضد الرئيس بري بمجلس أنه هذا معروف أنت جاي من بيئة بتعرفي مين حيطلع فيها يعني يعني الانتخابية تفصل يعني هني كلهم متفقين حتى لو وصل أحد مثلا مثل اللي واجه جميل السيد ما رح يكون بواجهه مالح يترشح حدا ضد الرئيس بري فهذا من يعني لأنه أنت اليوم إنتقلتي من مرحلة المواجهة هلأ أنت المواجهة النظرية العملية أنت والمواطن بس تسيري بمجلس النواب بدك تبلشي بمرحلة المواجهة العملية مع المنظومة مع المنظومة داخل هذولية فهنا برأيي في عمنا سؤالي سؤال الثاني من هو رئيس الجمهورية القادم حوفر عليك السؤال اللي حتسأليني من هو رئيس الجمهورية القادم نحن بنعرف أنه عمنا ثلاث أربع شخصيات كانت دائما مطروحة رئيس الجمهورية لكن خلينا نشوف شو بدي يطلع بالتفاعلات المجلس الجديد وهل سيكون هناك شخصيات يعني كمان ممكن الرهان عليها لتكون مشروع رئيس الجمهورية وما هو دور رئيس الجمهورية يعني هل هو دائر يعني ما بتعتبر فيه انحصم هيدا الشي من هلأ أنا برأيي ما فيه شيء ما فيه شيء هلأ هني بعقلياتهم بشأن ما نغش المواطنين بعقلياتهم وبزهنهم عم يتفهموا على هالمواضيع من هلأ وهني معتبرين أنه لنا الناس ما إلى رأي نحنا بدنا نقول بدنا نقول للناس الأحد بخمسة عشر شهر فرجون أنكم لكم رأي مختلف نحنا اليوم ب13 نسان اليوم ذكرى الحرب الأهلية المشؤومة قدش بتلاقي أنه فعلا هذا البلد لن يعيد تاريخ نفسه فيه علما أنه أكتر شيء نسمعه أنه نحنا ببلدنا كل شيء تاريخ بعيد نفسه حتى مبارح للأسف مشاهد الناس على توابير الريف تغرب تاخدك لصورة التوابير الخبز اللي كانت تابقا يعني زيت المشهد الأزمة الجوع المزود في عناوين بالصحفة اللي عم يرجعوا يمشوا العالم هي زيتها تصلح إذا حطيتها اليوم بتفكرها عم تحكي عن الأزمة اليوم خليني أقولك الأزمات والمأساة تتكرر لبنان مش أول مرة بفوت بمأزمة وطنية كيانية وهذا بفرج أنه النظام فيه خلال يعني لما فيه نظام بيصير فيه بمدى من الاستقلال لهلأ ثلاث أربعة خمس أزمات وطنية وبيستمر بأزمة وطنية يعني أنت فيه مشكلة فيه الحرب الأهلية اللبنانية يعني إحنا دائما منقول بالعامية تنذكر ما تنعاد لكن ما فيه شي بيمنع عدم إعادتها والسبب أنه نحن لما أيضا تفاهمنا كمان تفاهموا على زغل الناس يعني يعني أنا بقول يعني مش الناس تفاهموا لو قاعدوا بعض وقادة الميليشيات قاعدوا قالوا طعوية شاكرون قصة من القصم الجبني من قصم الجبني نبدو لها دولي قاعدوا أنا بقول أنه دائما دائما بعطي مثل بكل جلساتي سواء العامة أو الخاصة تجربة جنوب أفريح نعم فيه شي بدي يكون في لجنة اسمها محاسبة ومسامحة نحن بدنا نقض مع بعضنا في مناطق نحن بعدنا لأن الناس فيها عم تعاني صحيح هلأ الجيل في مفؤودين معدهم الأهلي والناطرين ومنع الحرب الأهلي في ناس مفؤودين بربنا في ناس توفت هي وناطرة ومعرفت مصير أبنائها في لجنة يعني أجب أن تكون هلأ المرور الزمن مغارس يعني مرور الزمن يعني بمعنى أنه في جيل هلأ اللي عاش الحرب الأهلي ومأسها بعده موجود ومش طاح يروح من هلأ 20 سنة يعني بكير عليه لحتى يندسر كله ويطلع جيل جديد يعني خلينا نقول هذا الجيل ما شربه لأبنائه يعني فأنا بقول أنه المصالحة لا تكفي بين زعماء الحرب بين أمراء الحرب ما هذا اللي بيبين صراحة عند كل استحاق يعني اليوم طيار وقوات كل ما بيتخانقوا مع بعضهم عملوا تسوية رئيسية مع بعضهم على أساس ختموا هذا الجرح بيرجعوا بينكشوا الزمن الماضي ويقول المقابر طب رباطن قصوا من الناس بشعور مذهبي أو طائفي. رغم أنه كنا عم نتبهدل. كنا تبهدلنا على ما كنا ما فينا كبير. البنزين. ما فينا كبير مني وجوء ما حدا ما تبهدل على البنزين. طبعا عطينا. نعم بالكهرباء كان اللي شقته حق مليون دولار بالأشرفية عم بنام على البلكون واللي قاعد ببيت تنك عم بنام برا لأنه تساوت العالم أنه ما في كهرباء بالصيفية اللي هي هلأ مرأت نحن بعيد. كيف الناس هل قد عم تقدر تزنسها بسرعة يعني. فإذا إصلاح يعني منع لبنان من الانهيار سواء إلى نزاع أهلي. تحب يسميها حرب اللي بدك. إلى إلى أزمات جديدة. إلى بكرة تعطيل حكومات. نحن طب رجع آخر كم سنة. قديش نحن يجر لبان ما يجتمعوا ليتفقوا على رئيس رحط لكم شهر. ولبان ما يجر الرئيس. سنتين فراغ. ويقلب حقوقي كمان رحط لكم شهر. ولبان ما تبلش الحكومة بيكون عم يفكروا كيف بدون يغيروا هالحكومة. أخيراً نحن وصلنا لنهاية لقاءنا. إذا بدك تقنع العالم. بتحديداً أهالي دائرة وناخبية دائرة الجنوب الأولى. بعبد الرحمن البزري النيب. شو بتقلهم؟ بدي قلهم شغلتين. أول شي بدي تواجه لكل مواطن. بدي قلهم أكبر تعبير عن حبك لمدينتك. ولمنطقتك. ولبردك. أنك تنتخي بصح. الصح بالنسبة لك شو هي. هي الناس اللي بتعرفها فيها توقف حدك. بتعبر عن رأيك. ما أفسدت بالأرض. ما شاركت بالفساد. وقررت أنه تحط إيدها بإيدك. لحتى تواجه أحزاب السلطة. الهدف في النهائي ليس الوصول إلى النيابة. لأنه لو عبد الرحمن البزري كان بده يوصل بالنيابة. نعرض عليه. يعني تحب تسميه بوستر. بتحب تسميه طريقتين. نعرض عليه لوائح بتوسطه للنيابة. لأ عبد الرحمن البزري. واللي مثل عبد الرحمن البزري. وسواء اللي معنا باللائحة. اخترنا أنه نوصل إلى النيابة عن طريق ثقة المواطن فينا. صوتك إلو قيمي كمواطن. انتخب عمزيجك. مش عمزيجهم. انتخب لصالحك. مش لصالحهم. انتخب لمنفعتك. مش لمنفعتهم. وانا برأيي. انه اذا ما انتخبت ما رح يتغير شي. بس اذا انتخبت. في احتمال كتير انه يتغير. شكرا لك. المرشح عن المقعد السني في دائرة النوب الأولى. صيدة جزين. على لائحة ننتخب لتغيير. دكتور عبد الرحمن البزري. اهلا وسهلا فيك دكتور. وشكرا لك. مشاهدين. شكرا لحسن المتابعة. غدا حلقة جزيدا برنامج حدث. فكونوا على الموعد.